موسيقى مشاهدينا منحييكم بهالحلقة الجديدة من نبط بيروت اللي مثل العادة رح نتابع فيها كل الملفات على الساحتين المحلية والإقليمية قراءة شاملة بصرنا نستضيف بهذه الحلقة دكتور عماد رزق مدير الاستشارية للدراسات أهلا وسهلا فيك دكتور شكرا لكم ومسا الخير لكل اللي عم تابعونا أهلا فيك بداية خلينا نبلش بطبيعة الحال من الملف الحدود وسط الجولات والصولات والديبلوماسيين اللي عم يجوا إلى بيروت بعد زيارة ديفيد كاميرون نحن نترقب زيارة وزير الخارجي الفرنسي وطبعا العنوان الرئيسي لكل هذه الحركة المككية اللي أصلا لم تنقطع باتجاه بيروت هي محاولة فصل مسار لبنان عن مسار غزة ومنع امتداد الحرب أولا شو عنا معلومات عن هذه الجولات تانيا إلى أي مدى ممكن فعلا فصل المسارين هلأ لما يتزامن حتى بلش ملخص لحتى الناس اللي بدوا يعرف يعرف من البداية بس يجي كاميرون ووزير خارجي ما بعرف شو اسمه للفرنسي على لبنان أو شو اسمه ما بعرف بس يجوا هذا كأنه عم يذكرونها بسايكس بيكو انتداب وحدود يعني كيف مسائبي عم بيحكو الجماعة عن الحدود بدنوا عملوا الأبراج على الحدود مثل الأبراج اللي على حدودنا مع أخوتنا وأهلنا بسوريا بدون حطوا أبراج حاشان يمنعوا ولا بعرف شو بس الكاميريات بدون يحطواها العدو الإسرائيلي حطوا كاميريات لعنه وهن البريطانيين حطوا كاميريات لعنه يعني بعد فيه حدا ما حط كاميرا على الحدود لعنه ولا نحن فيها نطلع لعنده هون برضا نشوف كيف فإذا هنم اتفقين وين بدأت تطل الكاميرا بعتقد البرج ما في مشكلة إذا بين عمل ويعني عندهم مشكلة صارت بالأبراج على المسلس الحدودي هونيك شو بدهم يعملوا أبراج هون يوجعوا رأسهم بس شو المشكلة يعني أنت هل أنت تنتقد الأبراج بس شو المشكلة إذا كانت هيدا الفكرة تحمي لا الأبراج منيحها في 12 برج منيح بس هاي الأبراج مش زابطة معهم يعني الفورمول مش زابطة لأنه ليفصلوا عن ما يجري في غزة بدهم يفصلوا عن موضوع الاستيطان واللاجئين نعم ولغيوا الأنروا واعترفوا بيعني البريطانيين تحديدا هن من أساس والأمريكيين المشاركين بالأنروا من ممولين يعني وكالة الغوص يلي هي بتعترف بحق شعب الفلسطيني أو شي بأرضه وبالتالي تعتبره لاجئ خارج أرضه ويجب مساعدته لما تلغيها يعني انتفت صفة اللجوء وبالتالي راحوا بالتجاه الآخر ليعلنوا أنه لا نحن مع حل الدولتين وأن يجب أن يكون لشعب الفلسطيني دولة هلأ طبعا ما قالوا وين ما قالوا أي حدود بالمقابل اجا الجانب الإسرائيلي اللي هو كعدو عم بيتصاعد عنده اليمين المتطرف والصهيونية الدينية عندهم عم ترتفع اجوا عملوا مؤتمر نهار الأحد بالإدس ومشاركة وزرية وأحزاب وكلهم نحكي عن يجب أن يعود الاستيطان إلى غزة يجب أن نوسع الاستيطان في يهودة والسامرة وكأنهم عم بيجوا يقولون طيب وين بك تحطي شعب الفلسطيني يبقى ببلدين الشتات يعني هذه الخلاصة أوكي فإذا خلونا يكفوا بالسياسة اللي متابعينا اليوم الشعب اللبناني من سنة إلى هلأ رايح أكتر من 200 ألف لبناني غادروا خلونا يكفوا هيك وبالتالي صلنا فهمينين شو عم بصير مين عم بيشتري الأرض مين عم بيستوطن لبنان نازح ولاجئ وبالتالي تغير الديموغرافية من هلأ لعشر سنين في شخص واحد بيضل باللبنان هو المقاومة والباقي الشعب اللي لحضل مش اللبناني سناريو خطير عم تحكي فيه وإن كان طبعا المقاومة معزولة لحالة ما معها شعب هلأت هلأت بتكون ربحنا على الحدود خسرنا جوه هلأ طبعا في سبق وهون أبقى إذا نحكي فيه هلأ في عنا سبق من هلأ لآخر الشهر كرميل أي واحد بنفجر قبل الحدود ولا داخل الحدود شو يعني الحدود أو داخل الحدود يعني بلأك رايح الأمور لانفجار التهديدات الإسرائيلية تنفذ ولا تبقى بإطار رفع السقوف ماشي مسارين المفاوضات وضعوا شروط لإلى وضعوا نقاط لإلى صحيح وهذه النقاط عممت وكاميرون أبلغوا للرئيس بري معنا مهلة معينة ما نحكي عن مهلة لأنه دايما المتهم أنه بسمت وريخ أنا حكي عن أربع شباط ما بعد أربع شباط نحنا اليوم يعني اتنان اتنان شباط وبهالي المناسبة نحنا كمان بدي عيد اللبنانيين والمسيحيين خصوصا بدخول سيدنا يسوى المسيح للهيكل طيب وكلنا بنعرف أهمية هذا الموضوع نحنا بعد يومين في حدث ما سيحدث إما أن تنجح مجلس الحرب في إسرائيل أن يوافق أو ربما تنهار الحكومة حكومة العدول الإسرائيلي تفشل المفاوضات تستمر المعركة في غزة وربما انتفاضة تالتة نحنا على قاب كوسين مننا في الضفة السؤال لماذا حتى هذه اللحظة جبهة القدس يعني ما زالت تحت السيطرة خليني سميها يعني بصير عندنا ثلاث جبهات في الداخل إذا صار هذا الانهيار وبالتالي في مهلة نعطة ملح والتاريخة أسبوع القادم هل يبدأ الأمريكي بالتصعيد إقليميا ردا على ضربة الأردن ضربة اللي صارت على المسالس من شان هيك قلتلك الأبراج لعبة الأبراج أو بالتزامن مع يبدأ العدو الإسرائيلي بعملية عسكرية بس على الأكيد ضمن هذه المهلة الجيش الإسرائيلي يعيد تنظيم نفسه هو يطلب شيء اسمه الكرو الفر استراتيجية الكرو الفر أنه يستخدمها لإنهاك المقاومة وبالتالي ما طبقه على حماس في غزة سيطبكه على المقاومة في لبنان أف حلق كيف شيء آخر خلينا نجزي هيدا المشهد بس ماشي مسارين مفاوضات واضح واضح جدا وضغط عسكري ضمن لعبة الكرو الفر يعني أغذيالات ضرب بالنقاط بالعمل ممتاز بس اليوم إذا بنا نقرأ شوي الوضع الإقليمي تنوصل نسقطه على المشهد الحدودي بلبنان اليوم لا إيران من الواضح من التصريحات ومن الأفعال والتصرفات أن لا تريد حرب بالساعات الماضية كان لفت خبر سحب كبار ضباط الحرس الثوري الإيراني من سوريا حزب الله العراقي أوقف العمليات ضد القواعد الأمريكية يعني واضح أنه هذا المحور ما بده تتوسع الأمور إلى حرب إقليمية نفس الشيء بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية اللي تلقيت دربة من الأحد الماضي ونحن اليوم الجمعة وهلأ قبل شويك في معلومات أمريكية تتحدث عن رد يعني مجزأ على بعض يومين يعني واضح التردد الأمريكي وكأنه ولا أي طرف لا تردد ما في تردد لا تردد بس مش واضح أنه ما في ولا أي طرف بده حرب كبيرة حتى في تاريخ وحجم العملية والسحات تبعها سوريا والعراق ولا تضرب إيران أكتر تضرب إيران ما قلت إيران قلت أكتر هلأ نحن أبما فوت على الستوديو الحرس الصوري عم بنشر صواريخ باليستية يعني طويلة المدى وكأنه ممكن فيه احتمال لتدخل خارج الحدود مثل ما صار وقت تدخل وقصف نقاط بتحت مسمى أوكار للتجسس الإسرائيلي والأمريكي مثل ما طلع بيان أو مواقع للإرهاب يلي هي داعش في سوريا هيدا بس ليعطي إشارة أنه إمكانية التصعيد وهيدي حتى يقولها وأنا عم بحكيها قدام الرأي العام وهيدي منى أسرار قبل الاجتماع باريز للأجهزة المخابرات اللي عقد قبل عدة أيام كانت نسبة 98% احتمال نشوء حرب كلمية انخفضت من بعد الاجتماع إلى 90% 92% عم بعطي وأنا مسؤولة عن أرقامي وهلأ لو في ناس يعني بيطلعوا بهاجم وما بيأمني أنا أنا أرقامي مسؤولة عنها نحن عم نتحدث اليوم بين 65% و 75% إمكانية نشوء حرب بعدها موجودة يعني حتى ينزل الخطر لازم ننزل للـ 55-50 نا حتى يكون فيه إذا بديك تعطي فرصة للمفاوضات ليش عم بقول هيد الفرصة بعدها عالية المبارح المجلس الحرب الإسرائيلي ما قدر وصل لتوافق صحيح اليوم نتنياهو عم بيجرب يضغط المشكلة بناتنياهو أنه هو عنده صراع داخله عنده مصالح شخصية لبل اليمين المتطرف أصبح أقوى منه نعم شارع صار يعشق الحرب عشق الحرب بالوقت السابق كان يخافه من الحرب لا ألا عشقنا كان يعشق أنه هذه الحرب أن تطول كان دائما يستخدم أسلوب الردع أو الحرب الخاطفة السريعة لبل اليوم صار موافق على إطالة هذه الحرب لتحت عنوان القضاء نهائيا على أي إمكانية لعودة حماس أن تكون في السلطة أو أن تشارك في السلطة دكتور اليوم واضح الجملة واضح الجملة وهذا ينطبق على المقاومة في لبنان والمقاومة في العراق وأنصار الله في اليمن وربما في سوريا يعني الجانب الإسرائيلي يريد القضاء على كل المقاومات بالمنطقة لأنه هو ينفذ بس هذه أجندي أمريكية لإعادة سياغة الشرق الأوسط وفقا لمصالح ممتاز طاقة يعني نفط وغاز ممرات بحرية آمنة موانئ وإمدادات طاقة طيب دكتور بدنا نأشك بهذه الفكرة هناك من يقول أنه ما في إمكانية للتصعيد الكبير بالمنطقة اللي عم تتحدث عنه لأنه في الأمريكي خلافا للي عم بتقوله ما بيقدر يصعد وهو هلأ على أبواب انتخابات داخلية جو بايدن مأزوم على العكس يريد إنهاء كل هذا التخبط بالمنطقة لا تفرغ للملفات الداخلية هجرة واتصاد وهذا ما يقرق الشارع الأمريكي بشكل كبير وبالتالي هيدا اللي رح يأثر على إذا كيف يطموحات عند الجانب الإسرائيلي لتوسيع الحرب إنه هيدا اللي رح يكون ضابط الإيقاع لألة شوف ستتوافق نحنا في عنا مهلة بين شباط يعني مدل نص شباط حتى نص أدار هيده فرصة إذا أي شيء بيصير فيها لا تنعكس مباشرة لا على الساحة الداخلية الأمريكية ولا على توازنات المنطقة هيا واحد اتنين إذا ما صار في حسم ممكن تتعقد آلية التطبيع مع دول الخليج نعم وحتى مع دول عربية أخرى وبالتالي هيدا ما بيكون من مصلحة العدول الإسرائيلي ولا من مصلحة الأمريكية ثلاثة خلال هذا الصراع في أشياء إيجابية وفي أشياء سلبية الأشياء الإيجابية أنه الولايات المتحدة أصبحت على حدودنا الجنوبية مش إسرائيل كيف يعني إسرائيل هذا الكيان اللي نحن بنعرفه سقط سقط بـ 27 إجت الولايات المتحدة هي التي تدير العمليات نعم هلأ في جزء متطرف داخل هذا الكيان يلي هو بين غفير ووزير المالية وآخرين هيدول الجماعة يرفضون الانتداب الأمريكي على القرار السياسي الإسرائيلي صحيح هيدا واحد اتنين السلاح سلاح الجو سلاح البر يلي هو يلي هو الجيش العدول الإسرائيلي في جزء كبير منه لما نشوف غالنت وازينكوت وغيرهم من ضباط تحت السيطرة الأمريكية إذن في جزء كبير من القرار الإسرائيلي اليوم بيد الولايات المتحدة ممتاز هيدا واحد اتنين هيدا مش كفيل بمنع الحرب لا ما هوني هم نشوف نحن كيفية لأنه المشروع مش إسرائيلي مشروع المنطقة هو أمريكي بنفس الوقت شفنا عودة بشكل يعني للمرة الأولى ألمانيا تعود إلى الشرق الأوسط من بوابة المفاوضات الهند واليابان أيضا بيعودوا من باب إقامة التوازن والمصالح الاقتصادية لحتى يوازنوا المصالح الصينية وبالتالي استكمال حصار روسيا والصين نعم طيب نحن اليوم بطلنا عم نحكي بغزة بطلنا عم نحكي بصراع كبير وبتوازنات كبرى أمام هذه التوازنات وأمام هذا الخط زبدك البيانة يلي عم بيتصاعد وأمام أكتر من 150 هجوم نفذ على قواعد أمريكية بالمنطقة وأمام استمرار أنصار الله في اليمن باستهداف البوارج البريطانية والأمريكية والسفن التي وهذه كتير مهمة الكلمة مش حطة شعار التي تتجه إلى الموانئ الإسرائيلية مش كل السفن أكيد واضحة بدأت تكون حطة شعارنا في شيطان لهذا الاستهداف يعني عم نحكي به السياسة الدولية لحتى يشيطنوا أنصار الله في اليمن طبعا هذه حرب بس حتى هذه اللحظة قوة المقاومة في المنطقة بغض النظر عن كل الكلام بالتكتيك يعني ميدانيا إذا بدك إيه في فائد من القوة الأمريكية الإسرائيلية بالمنطقة بس بستراتيجيا الربحان هي كوة المقاومة هلأ اللي بدأت تعمله أمريكا فائد عفوا لو قطشتك دكتور إذا في فائد من القوة أمريكية إسرائيلية على أي أساس خفف أمين عام حزب الله سيد حسن نصر الله من يعني تهديد لبنان بالحرب ومعه حق بهذه النقطة أنه بغزة بضعة كيلومترات وبعده الإسرائيلي يتخبط بخبرنا الجانب الإسرائيلي أنه سيطر على جزء معين بيطلع أنه هذا الكلام مش صحيح بينما يعني الجيش الإسرائيلي المنهك بغزة واللي ما قدر يخلص غزة واللي انسحب من شمالها قدر يفتح هاك جبهات يعني عن تحكي غزة جحة حكينا عن موضوع بيسموه الإنهاك استراتيجي الجيش العدول الإسرائيلي منهك استراتيجيا يعني بالبعد استراتيجي أربعة أشهر من القتال كل الألوية الخاصة من شلدوك لا قفعاني لا قولاني كل هاي الوحدات إلى الوحدات الميزلية اللي شاركت بالإكرهامات إلى الوحدات المرتزقة اللي كانت عم تقاتل بالصفوف الأمامية اللي اجت من عدة دول من أوروبا وغيرها هايدي القوات إذا بدك منهكة هلا إعادة أحياء بده شوية وقت كرمال هيك انسحبت وحدات الأحتياط عمل إعادة انتشار بشمال غزة بنفس الوقت إذا نجل منطلع بالخريطة ما بعرف يعني نحنا عم بحكي إذا اللي عم بسمعنا بيقدر يشوف أو عم بيتخيل منطقة جنوبيا اللي عم نحكي رفح صحيح وجزء من إذا بدك المنطقة الساحلية على المتوسط ما زالت خاضعة على سيطرة المقاومة اللي نعمل بتوغل من الوسط إلى منطقة خان يونس يعني هلال صغير فاتوا عليه منطقة الشمال انسحب مننا نعم انسحب طيب بالمقابل وهذه معلومات الفرقة 36 عملت انتشار على 10 كم من حدودنا الجنوبية عم نحكي فرقة لواء جولانيا يتم إعادة تشكيله وعطون استراحات خلال 10 تيام يعودون إلى العمل في وحدات أخرى من النخبة كمان الإسرائيلية هلأ عم ترتاح أو إعادة تشكيلات داخلية بعض الإصابات في عندهم مجموعة اسمها مجموعة متعددة المهام هذه بتقاتل مع كل الفرقة عم بعطيها المعلومة لحد تلي نعرف ماذا يحضر جزء من المعركة ستكون جزء ارتفش الانتليجنس زكاء اصطناعي ستخوضه للمرة الأولى وحدات الإسرائيلية على حدودنا تتجهز يعني بعمليات نوعية مركبة انزالات كماء وما إلى ذلك بالتزامن مع الصواريخ وانقدادات يعني هي مسيرات جزء كبير منه سيعتمد على التنصط وعلى المعلومات المأخوضة من باعة او عطينهم ياها الى طرف تالت عطاهم ياها جماعة معهم لدرجة بيقدروا يحددوا اكتر من 140 نقطة بالوجه او بجسمنا نعم معهم كل شي بصمة صوت حركتنا كل ما إلى ذلك لذلك المعركة القادمة ستكون المعركة الثانية التي تخوضها الكوات الإسرائيلية ربما ما تحضره على حدودنا الجنوبية بإطار الزكاء الاصطناعي الحرب الزكاء الاصطناعي دكتور يعني هون نحنا عم نحكي هي محسومة ايه اوكي بس هون يعني نحنا عم نحكي عن ضربات نوعية ستوجه ما عم نحكي عن مشهد شبيه بحرب تموز 2006 اجتياح وقصف لكل المناطق حتى هذه اللحظة ما فيها الخطة وهون منوصل للموضوع بس نحنا بصنبة يعني اللي عم تحكي عنه هذه الضربات النوعية ما نحنا بلش لها بلشها الجانب الاسرائيلي صح بس ستتوسع هذه يعني استراتيجية المعتمدة ستتوسع استراتيجية المتحركة يعني ممكن توصل للاولة ممكن تنفيذها بمناطق قريبة من بيروت ممكن يدخل البكاء للمرة الاولى بالاستهدافات لانه اللي بيجي بيطلع وهون اللي حكيها للمرة الاولى أنا عم بيحكي عن الهوى وعم بيحكي استراتيجية ولا علاقة بالمقاومة بس هاي دي بنفس الوقت لما احكيها يعني خالصة حتى ما يفكروا عن هذا صور مقابلها حيفا بنت جبال مقابلة صفط النبطية مقابلة ما بعد الاخضيرة معادلة يدقوا بس لا تزال هذه المعادلات قائمة وهني أعلنوها اخر مرة كانت بمنطقة الشمال وهني بيعرفوا انه الموضوع سيكون مش دفاع هجوم يعني في الصدمة الاولى ممكن احتواء بس سيكون هناك محور يعني محور بس اتحدث عن محور ممكن يصير فيه تقدم على بعض النقاط وكرمال هيك وهون معلومة يخلوني ياخدوها نعرفها ما تمزحوا معنا محور النقورة اللبونة ما بقص يعني انتم فاكرين من هناك الفوت ما حدا بيقول من هناك طلعوا شوية طلوع يمكن ما حدا بيعرف بس اكيد نهارية تحت ايدان فرقة الردوان حالو هلأ عم تحكي اسرار لا عطيتهم معلومة خلوني ينتبهوا اذا هنن فاكرين ما منعرف منعرف بس مش من هناك سؤال اذا كان المشهد يتجه لهيدا الاطار التصعيدة اللي عم بتحطه في حضرتك على اي اساس فاذا تم تخفيض مستوى التحذير من قبل السفارة الامريكية للرعاية تعرف انت السياسة الامريكية يعني اكيد اذا بدوا يعمل عدو الاسرائيلي اي عدوان بيبلغ قبل الساعات عم نحكي بلحظة العملية هلأ المفارقة انه تم اعطاء للمفاوضين ما اوروبي ما حتى ما نسمي من نتركها شوية مبهام مشان ما عنا مهلة للاربعة بدون جواب بس الجواب اخدوه صاروا كذا مرة الجواب بدي ناقش بالجواب بس خلينا رح لفاصل ما لح تتوقف طيب بدي فصل معك هيدا الجواب والمهلة نهار للاربعة ولكن خلينا نروح لأول فاصل بحلقتنا مشاهدينا خليكم معنا عودة مشاهدينا لمتابعة حلقتنا دكتور رزق النجام الرحب فيك شكرا لتلي المهلة رجعت قلتها نهار للاربعة لا بالتفاوض يعني عطينا للاربعة يعني شو المطلوب من لبنان مطلوب اليوم انسحاب حزب الله من جنوبي اللي طاني هيدا هي الفكرة الاساسية اللي الكل عم بركز عليها لا وشو مش مطلوب هيدولي بقى وشو المطلوب لا 17-01 لا حدود لا انسحاب لا خمسة كيلو لأنه أول شي قاله شمال رجعوا قاله طيب على سبعة كيلو رجعوا قاله خمسة كيلو اختي ما بقى تنسحبه مش مطلوب تنسحبه وشو المطلوب شو المطلوب ووقف العمليات بس بس وقف العمليات هل أد اليوم جبهد الجنوب تمثل عامل اشغال وعامل انهاك للجيش الاسرائيلي انهاك مش اشغال لأنه بلشت اشغال اول شهر او خمسة واربعين يوم شهر ونص بعدين صارت انهاك لايه صارت عم بتدمر يعني اليوم اليوم نحنا صباحا المقامة بعتت لهم يعني دفعة صاروخية على كريات شمونة على المستوطنة طيب هنه عملوا احصى طبعا احصى مش دائمة حكيوا انه خمسمية واحدة وسبعين منزل متضرر عندهم بالحقيقة لا عندهم في مستوطنات اربعين بالمية متضررة وفي مستوطنات وصلت سبعين بالمية هالقد عم نحكي عن سبع عشر مستوطنة حدودي وفي واحدة وعشرين وراهم بمجموع كامل تم اصابته تلاتة واربعين مستوطنة نعم طيب لحديث هالمرحلة نحنا عم نحكي عن عمق معين بس بالمقابل معلاش انا للمرة الاولى بدي اقولك ما العدول اسرائيلي ما اثر ضيعنا وكورانا مدمرة اكيد يعني هدي مش مسحة كيف بدكن نوقف اطلق نار صار رح يصير عنا اكتر من سبعمائة جريح وميتان شهيد وفي عنا عم بحكي المقاومة ومواطنين وعم بحكي دمار هائل وعم بحكي تقصد بالدمار يعني العدول اسرائيلي يتقصد الدمار استخدام الفوسفور مواد محرمة صحيح استخدام يعني استهداف المدنيين صديب الاحمر والاعلاميين هدول كمان محرم وبنفس الوقت استفزاز الجيش اللبناني واليونيفل يعني عمليات تهجير منظمة ومبرمجة طيب كيف نحنا بدنا نوقفه هو البعض عم بيعتدي طيب دكتور بس في فريق من اللبنانيين بيطلعوا بيقول انه نحنا لاش بدون يموتوا شباب لبنانيين على طريق القدس كما يعني تذكر بيانات المقاومة انه اذا عم بتقول كل هذا الحراك فقط لوقف العمليات بعض خصوم حزب الله بيقولوا طبعا يجب ان تتوقف هذه العمليات وطلع يعني اذا هذا الشي بيجنب لبنان توسيع للحرب او ضربة على بعض المناطق اللبنانية لاح اقول شغلتان انا طبعا يمكن هنا فينا نعد اكتر بس شغلتان بيختصروا الفكرة الشغلة الاولى يخي مش عطريق القدس عطريق بيت لحم ليش وبيت لحم نحنا لنروح نزور كمان مقاماتنا المسيحية ووين ولد سيدنا يسوع المسيح نحنا فينا ليش مش عم بيهجروا المسيحيين من الاراض المقدسة ليش كم الف مسيحي بعد موجود العدو الاسرائيلي يستهدف المسيحيين قبل ما يستهدف المقامات المسلمية هادي اللي نكون واضحين فيها هادي واحد اثنان وهادي نحنا بنا نقاتل كمان كرمالا مش بس كرمال كرمال كمان الاماكن المقدسة المسيحية اللي يتم انتهاكها كيف يتصرفوا تجاه الرهبات والرهبان او اللي خوارنا العدو الاسرائيلي في عندهم حالة من التطرف اذا زادت باعتقد ما لا حضل فيه ولا ارس لا مسيحي ولا مسلم لا في الكدس ولا في كل اراضي فلسطين يلي هي محتلة هادي واحد اثنان لأ معلش كلنا تابعنا بعرف مشاهد كانت اسيا حتى بغزة ما استهدفوا الكنائس غير استهدف يعني قبل حرب غزة مشاهد البسق على المسيحيين وعلى المقدسات يعني بعد ما نسيناها بالجغرافيا حتى ما نحكي بالافلام وتشويه صورة المسيحيين عبر عبر الثقاء هلأ هم نحكي هلأ ممارسات صارت هم نحكي بممارسات صحيح هايدي واحد اثنان كمان لنكون واضحين يعني انه نحنا منرضى انه تنتهك حرمة وسيادة وارض لبنانية وهن ساعة لبدهم بياخذونا الغازات والنفطات والميات والارض وبينتهكوا السيادة الجوية وساعة لبدهم بيفوتوا بيعملوا انزال وبيحطوا لصخرة فيها تنصت على الاجزة الاتصالات وبيفوتوا بيخترقوا بيفجروا بيعملوا لاش نسينا كموا السيارة وقعوا بطرابلوس اسرائيلية بطرابلوس مش حدودية طيران كل يوم هذا ما زعاش حدا نعم فوق كسر وين وجبال ما نحنا يعدين بهالمناطق وين بس حضرتك هلأ عم تعمل ملوكة اكتر من الملك لا لا انا في موقف لحظة لحظة بس محلي بالسؤال في موقف طلع تلع البطريارك الماروني رسالة من ابناء بعض القرى الحدودية قالوا فيا انه نحنا ما منقبل نكون وقود في هذه الحروب اللي ما بتقدى الا الى انتصارات وهمية وكل الى ذلك يعني كيف كلام قاسي اليوم نقلوا والى حد ما تبنى البطريارك الراعي اللي عم يرفض زج لبنان بهيدا صراع المحاور كمانا المطران عودة بيقول بكلام واضح انه حدا مات كرمالنا تنموت كرماله عم بتزايد على المرجعيات المسيحية لا انا خلني احكي عن يعني بترك الموارن اللي هو مرجعيتي الروحية نعم انا استمعت لأله هو عم بينقل يعني كيف كيف واحد عم بينقل وجهة نظر شعبه اهله مد مشترور يتبنع عم بينقل شوفي شوفي عنه يعني وظيفة اذا بدك رجل الدين هو ان ينقل صوت هذا الشعب بشكل الى الملأ لا يتبنى هيدا لا اقول لك لا لا لانه ما الوفود من حزب الله وغيره عم بيضلوا على تنسيق يعني ما في ما احنا بنعرف امور سالكة وماشية حتى من بعد هيدا الكلام من بعد هيدا الكلام سالكة وماشية خلص ما انسوا ما تسمعوا ما تسمعوا امور سالكة سالكة اتنانهم بيحبوا بعض وكيف بتبرر فأزا هيدا الكلام بيحبوا بعض اتنانهم دينيين يعني اتنانهم مؤمنين بيحبوا بعض خلص كيف بتبرر فأزا هيدا الكلام لغة الحب والمحبة بتاع في اوقات يعني العواطف بتكون جياشة بتطلع في شي للناس وفي شي للشغل لا بس هيدا كتير خطير اللي عم تقوله يكذبنا شو عم تقول عم تقول يعني انه عم يطلعوا يطلعوا مواقف فقط هيك شعبوية ها ديماجوجية بيعرف شو عم بحكي اسمها ديماجوجية كان دكتور سامير جاجع يحكي عنها ديماجوجية السياسية وصاروا شاطرين فيها تقريبا نحن عايشين من 17-20-2019 لليوم ديماجوجية سياسية يتحكم فيها اوليغارشية مالية وعب بتسلوا فينا ما تسدوا شي ما تسمعوا ما تسمعوا حقيقة بمحل تاني بعد في تواصل بين حزب الله والبطرياركية اليوم لم ينقطع شو بدي يقول اكتر بحشو الحسن من الاسماء والاجتماعات خلص ما بقى ينزحوا خلص الاحد انا بحب روح على الكنيسة واحضر الاداس وتسمع يعني شي خليني احكي عن الحكمة عن الاخلاق العلاقة الانسانية الافقية بيناتنا كاهل كشعب عايشين مع بعض شو بدنا بقى الحكي مظبوط اهلنا برماشوا عن قبل وبالقلاعة وبمرجعيون متضررين كنيسة علمة اصيبت بس مين اصابها العدو مين ما خلى المزارعين يشيلوا الزيتونات والتبغ طبعاهم على الحدود ان كانوا الشيعة شو انه العدو عم بيميز هادي الموارنة وهيدول شيعة وهيدول بعيد ترون سنة واضح معلش انا عم بسم بدقة لانه منعرف الضيعة منعرف اهلة ومنعرف الناس ايه في ناس متضررة نعم وفي ناس ما حكيت معلش وقتا كانت داعش يا ريت كنا منحكي وقتا كانوا داعش بالقاع وفيتوا على القاع شو منقلهم كمان لداعش ما بدنا حرب هيك منقلهم ما فاتوا على ضيانة ما فاتوا بعكار ما هددوا عند ايد والقبيات نعم طيب هدول مش ضيانة كمان نقف نتفرج لا داعش والعدو الاسرائيلي تنيناتون اعداء لبنان واعداء الفكر المسيحي والفكر الايماني والفكر القويم طيب احب احكي لسيدنا البترك طيب اذا بدي ارجع معك شوية لموضوع قلتلي ستنفذ ضربات نوعية اذا فشل المسار التفاوضي يعني هنم ماشيين مساران بالتوازي بين بعضهم البعض هيدا الضربات النوعية اللي حكيت عنها حضرتك تؤدي لحرب اقليمية تشترك فيها اكتر من ساحة واكتر من طرف واكتر من محور ولا المعلومات اللي عندي اكتر من ساحة اكتر من دولة ستشارك وتترقصهم الولايات المتحدة مما سيمنع انه تتوسع الى حرب اقليمية لو بتنفذها اسرائيل ايه الولايات المتحدة برجع بقلك عندما اصبحت الولايات المتحدة على حدودنا الجنوبية سحب فتيل الحرب الاقليمية ممتاز فلذلك حزب الله بيستهدف بالنقطة اليوم عم نحكي عن اغتيالات التنفس ضد قيادات من حزب الله ضد قيادات فلسطينية في لبنان شو فيه معلومات ولا لا ولا تقصير اللي بيحكي هاك سديني اذا بقول بكون قاعدة عند العدو مم ما بعرف بس اكيد نقلت رسائل وبلغت الى مسؤولين هلا نحن مشانسنا ما بنعرف شو المستوى اللي حيبلشوا منه وين بينتهوا يعني ما بنعف ممكن نحن نكون هدف الله يبشرك بالخير لا لا حتى الي ما حدا يفكر انه في حدا معصوم او حدا في فوقه غطا ايه واضح واضح اللي عم تقوله اكيد طيب كل هذا المسار ممكن ايقافه بجملة واحدة فصل لبنان عن غزة وايقاف العمليات هناك من يقول انه طالما الحرب بغزة دخلت مرحلة جديدة وهي المرحلة الثالثة وبالساعات الماضية كيف نقاش امريكي اسرائيلي حيال تخفيف حدة العمليات بغزة انه هيدا كفيل بصحب الذرائع من الساحات الاخرى وبالتالي وقف العمليات بالساحات الاخرى اذا وقفنا بلبنان ايه طالما دخلت غزة عم بقوله انه طالما دخلت غزة مرحلة جديدة في عمليات مركزة كمان بغزة ما في قصف كبير وقصف عشوائي بس هذا جزء من المعركة مالاجتياح البري خلني نسميه خلني نسميه بالإطار الاستعراضي نعم لانه كمان في استفهمات حول ما جرى واحد المرحلة الاولى والتانية المرحلة التالتة اللي نحن فيها اللي هي قلتلك ضمن إطار استراتيجية الكار والفار لإنهاك المقاومة واستنزافها بقدر كبير من البعض اللوجستي والبعض العسكري طبعا في ناس بيقولوا المقاومة بقى عندها صواريخ لترمي بالعمق يعني منطقة غلاف غزة أو باتجاه تل أبيب وفي ناس بيقولوا لا بعد ما احتفظة بعض الصواريخ النوعية اللي لحظة خلني نسميه الكسر التوازن وعملية الردع هيدا فكرة بس ما حدا بيعرف اتنان حتى نحكي بالنسبة للعدو الإسرائيلي العدو الإسرائيلي شوفي نحن مش عم نحكي هي مش لعبة جيم هي لعبة بالأخير في واحد بده ينتصر أو واحد بدك تلاقيه له الإطار أنه مش قبلاني يكون مهزوم ما بيوقف لو باللحم الحي بس مش قبلاني يكون مهزوم نعم اليوم نحن بهيدا الوضع مشان هيك إذا بتفرط الحكومة توقف المفاوضات بيكون مخرج عند العدو بس بنفس الوقت بتنهار الجبهة الداخلية عندهم هلأ إذا الأمريكي بده والأرجح الأمريكي بده يخفف التطرف ليقدر يروح لحل الدولتين لأنه بده مخرج بس ما حتى نتنياهو حكي عن حل الدولتين يعني حتى نتنياهو بالخطة بس نتنياهو تسربت خطة بواشنطن بوست أو بأحدى الصحف الأمريكية تما كون عم سمي تسربت خطة له لمرحلة ما بعد الحرب بيقول أنه تبقى إسرائيل بقطاع غزة يتم إنشاء سلطة فلسطينية جديدة وخلال أربع سنوات يتم الاعتراف بدولة فلسطين سموها إدارة محلية لإدارة شؤون البنية التحتية وإعادة الأعمار تحكون تحت وصاية دولية بطيك المفردة يلي هي انطرحت كجزء من إطار التفاوض يلي هي يتزامن مع استمرار العمليات العسكرية يلي سميناها المتعددة المهام والنوعية هوا اتنين مماشين مع بعض هاي المرحلة الثالثة المرحلة الثالثة اللي حتبلش عنا كمان يلي هي بتبلش عنا بمرحلة الثالثة ويلي هي تتزامن أيضا مع ضغوط بمارسة هوكنشتاين وآخرين عم بيجوا أو المرسيل السرية اللي عم بيجوا يعني فيه كتير قبل ما ينعقد مؤتمر باريس لأجلة المخابرات كل اللي قعدوا هنيك كانوا يجوا وطلوا على لبنان فيه ناس سربت زيارتهم فيه ناس لم تسرب بس كلهم اجوا وكلهم لطاقوا حزب الله وكلهم اخذوا ذات الجواب لا توقف للعمليات منتاز الوسيط الامريكي اموس هوكستين الى اسرائيل بالأيام المقبلة وممكن يكون عنده زيارة الى لبنان مش اكيدة هذه المعلومات اذا كان فيه جواب اما الاربعة واما الخميس مشان هيك جاي الفرنسي يستطلع لها يقول لهم ها اخر فرصة اوكي اموس هوكستين بس في حدا تاني لحينه لرسالة للامريكيين مش الفرنسي دولة تانية دولة تانية الاربعة الصبح هم تحكي قطر يعني لا لا هني هني بيعفو انا بس عم بقللون حتى ما يفكر المشاهد انه فرنسا هالقد عطينا قيمة هي جايين يتسلوا شواء الفرنسي يعني عم بيعبولون الوقت للاربعة طيب سؤال طان احنا نفهم والناس تفهم اذا اجا هكستين الى لبنان شو بيعني واذا ما اجا هكستين الى لبنان شو بيعني سحبنا فاتيل الانفجار توسعوا الاشتباك او عمليات على جبهتنا بس هذا لا يعني انه الامريكي لن ينفذ عمليات مع قوة اخرى مشتركة على عدد ساحات هم يعني هذا في مستويان انه الاسرائيلي ما بيروح بتوسيع العمليات من اطار استراتيجية الحرب المتحركة واضح بس الامريكي بده ينفذ بح رح هلأ منكم من اي نصيب ما منعرف رح نروح لفاصل اخير بحلقتنا بعد الفاصل بما انه حكينا كتير طرقنا لتفاصيل بهذا الموضوع بدأتقل الى الملفات اللبنانية الداخلية لجنة خمسية رئاسة جمهورية امكان انتاج رئيس بيشباط ما بعرف كيف تطلع هايك اخبار بتشوف معلوماتك بهذا الموضوع ولكن بعد الفاصل مشاهدينا خليكن معنا عودة مشاهدينا على متابعة حلقتنا دكتور رزق بنجعم الرحب بقى فيك معنا بدأتقل بهذا الجزء تناحكي شوية عن الملفات الداخلية اللي ايضا رجعت الى واجهة الاهتمامات رغم انه كل العيون شخصة نحو الحدود واخبار الحرب بهيد الاسناء رجع الحراك على صعيد الملف الرئاسي صفراء دول الخمسية اجتمعوا بلبنان من بعد حديث عن انقسامات وخلافات زاروا عدة زيارات ابرزة كانت للرئيس نبيه بره وتضاربت المعلومات حيال هذا الموضوع بوقت بيطلع الرئيس نبيه بره بيحكي عن انه كان الاجتماع مصمر ومفيد وفي وجهات نظر مشتركة صورة اخدوا صورة مصمر هيا هالصورة اليوم عم نقرأ في تسريبات صحفية تقول انه الرئيس بره اجهد حراك اللجنة الخمسية وذلك من خلال تمسكه بمرشحه اول شي خلينا نقصم شوي اللجنة الخمسية متفقين او مقصومين بين بعضن لحتى سهل او اعطيكي صورة ويمكن المتابع يتابع الشأن السياسي تتذكروا اللجنة خمسة زائد واحد نعم كانوا بدوا فوضوا ايران طولها اخر شي كل واحد فاتح خط مع ايران طولها اخر شي فرطوها مع ايران بقيت الولايات المتحدة تفاوض رجعت امريكا فاوضت لحالة وفرطتها وهيك ما حد ما عدنا نفهمنا شو صار اوكي يعني عم تقول انه اجتماعات اللجنة الخمسية لا تقدم ولا تؤخر القرار امريكي اه من الاخر من الاخر امريكي بس مع مين مع مين سعودية مشان هيك لا يمكن فصل عن مسار الاحداث في المنطقة يعني بمعنى اخر اذا السعودية ما اخذت مكسب بده مكسبان اول مكسب بده حماية اطلسية للمملكة لانه بتعتبر بالتهديدات القادمة كيف فيه في مزلة اطلسية تحمي تركيا او تحمي اي دولة اطلسية تتدخل باقي الدول بده تكون جزء من هذه المنظومة بس نحكي السعودية عم نحكي عن المغرب عم نحكي عن الاردن عم نحكي عن مجلس تعاون الخليجي بمرحلة اوسع يعني بمعنى اخر يصبح الحلف الاطلسي في الخليج وعلى ضفاف المتوسط وفي كل الاماكن اوكي هل هيدا يتوافق مع السياسة الصينية الروسية لا طيب اذا لا اذا السعودية تكون بعملية كر وفر ابتزاز بين المزدوجان انه ياب تروح مع الروسية والصينية وياب تروح مع الامريك عم تجي تقول لهم يلا فاضله اعطين مهلة لبعض اذا خلصت هالمهلة السعودية ستختار طريق بس تختار هايدي الطريق لحنشوف مشهد انقلب رأسا على عقب سينقلب ايضا في لبنان عودة سعد الحريرة تحالفات جديدة المقاومة اقوى في لبنان لانه خلاص لحيصير اليوم الساحة اليوم انت اليوم عم بتحاول تعمل انشقاكات بالساحة الداخلية اللبنانية لحتى تضغطي على المقاومة بالمقابل اذا صارت هايدي اذا بدك هذا المسلس سعودية ايران روسيا ومعهم وكيل اقتصادي قوي جدا الصين مع حلفاء اقليميين انت بصير عندك محور متماسك متكامل ذات رؤية لحديث هاللحظة اني اجزاء هيك حرفيا سعد الحريري يعود ايرتفعت تلقائيا حزوز سليمين باك فرنجي تلقائيا هلا هوني عندنا المفاضلة اذا بدك بس ليش حاسم انه سعد الحريري يعود كتير هالحديث يتصاعد اذا كنا بهالسيناريو ايه اذا كنا بهالسيناريو واسيسا كتير انحكى هلا الحيجي ايه والجانب الروسي على اطلاع حتى لانه بيعرفوا شو عم بحك على اطلاع وعنده موافقة فيه الغطة السعودي اذا بدك السوري الروسي على العودة هلا ستنتج اكيد لحيجي بشكل جديد واحلى وبرؤية اخرى بس هون اللح يتميها هذا الخط خط مقاومة ما ننسى انه الشهيد القصامي الحمساوي الذي استشهد في الضاحي الجنوبية لبيروت دفن في الطريق جديد معقل او اذا بدك الحاضن الرئيسي الشيخ العروري نعم الحاضن الرئيسي لتيها المستقبل سابقا وبالتالي نحن عم نحكي عن تماهي ما بين خط المقاومة او خط مواجهة العدو الاسرائيلي وخط الشيخ سعد الحلالي دكتور بدأ افتح وضحت وهون اللي حصل فيه التقارب وتوسيع اذا بدك الساحة الداخلية طيب بس هدول اتنين بس كتير مهمة اذا بتسمحيلي تفضل ها فيه تسابق ما بين تفجير الوضع الداخلي اللبناني قبل ان تحدث هذه الحادثة اذا بدك الطلاق السن الشيعي هناك من يدفع باتجاه انفجار داخلي تطعن او يطعن المقاومة بدهرة قبل واحد ادار تسابق طيب بدأ ارجع لها الفكرة يعني تمظهر لي الخلاف الاقليمي على الساحة الداخلية واضح بدأ ارجع لها الفكرة نفتاحه مرفق بيروت كيف ها بدك سالكي بس بدك تسألي مانا دغري كفيت شو يعني ممكن طعن المقاومة بدهرة قبل ما نوصل لهيدا السيناريو كيف يكبروا مشهد الطيونة بيفهموا شو لح يصير بعد ما لحقول التاريخ بس قبل واحد ادار لا هو قبل بس بس انا حتيت واحد ادار يعني ممكن يطلع شي عن نتائج انفجار مرفق لا ما فيه ارار زنة وشو فيه شو دخل مرفق بيروت ليش بده يستعد مشهد الطيونة فيه ناس كانوا مطلوبين اذا بتتذكري نعم عالتحقيق ومراحوا بيجيبوهم بالقوة او بيوقفوهم اها يعني ممكن تتوقع انه ممكن يصير في خطة داخلية كبيرة ويصير في احتكاك داخلي مشهد شبيه بالطيونة ولكن اكبر واوصع ولا يتم احتواءه عن قصد للوصول لتفجير وتفجروا لنا الوضع الداخلي ما بعد فشل العدوان بال2006 هل سيحاولوا بعدوان بيفشل العدوان بيروحوا للسيناريو اثنان او بيروحوا للسيناريو هيدا بيرجعوا بيجربوا العدوان بيكون ارتاح الجيش العضو الاسرائيلي اثنين اتون ماشيين اثنين اتون ذات البروغرام حلو مش هنهاك المقاومة تدرك ما انا عم بحكيها على الاعلام يعني معروفة نعم تدرك حجم المؤامرة بس كمان متل ما استخدمت سبايكر وفالة وشو ما بعرف شو اسمه باقي الصواريخ العسكرية ما بعرف شو الاسماء العسكرية ممكن عندها مفاجآت بالاطار السياسي والداخلي مفاجآت باطار شو يعني اليوم يعني سحب الفتيل كيف انو متى خليوني بس كيف شو صار بالطيونة مش الحال ما مش الحال بعتيد ما بيمشي الحال هلقدي الوعي كبير وهلقدي هنها عم بيجربوا يكبروا الحفرة نعم طيب دكتور بدي اكيد كفي معك بهيدا السيناريو بس قبل قلت اللي يعود اذا مشي السيناريو الاول اللي حكيت عنه يعود سعد الحريري بغطاء خارجي وكل ما الى ذلك بس هو وقت خرج سعد الحريري من الحياة السياسية اللبنانية خرج بقرار خارجي واليوم ايضا يعود بقرار خارجي بس السؤال انو بوقتا كان قرار فقط سياسي ولا كان في عوامل اخرى دخلت بهيدا القرار ولا تزال موجودة حتى اليوم يعني على ايه اساس صلحت علاقة سعد الحريري بالمملكة العربية السعودية كان قرار المملكة في مكان اخر يعني توافق مع توجه عام في المنطقة او في لبنان هذا التوجه خلص يلي بلش بتشرين تسعتاش احنا رسلنا بمكان اخر شوف اللي صار اليوم قريبا احنا عم نشوف عوضة للسفارة السعودية والاماراتية بسوريا صحيح ممكن حديث عن توصى في العلاقة اذا هذا المحور بطل متل ما كان من اربع سنين في شي تغير كان في مجموعات مسلحة موجودة عم بتتقاتل مع بعضها عم بتصفي بعضها صلنا بملحلة الانحلال هلأ في بعض الجهات بعضها عم تشتغل في جهات مش ماشي حالة في جهات عم تمشي بلا غطاء نعم هدول كلهم موجودين بس هول كلهم عناش انا عم بحكيها موجودين على الطاولة ويتم دراستهم تحليلهم تقدير موقف حولهم ورسم خلني نسميلك السياسات السيناريوات والتوقعات طبعهم المقالات وكل شي يتم دراستهم ما في شي مفاجئ طيب اذا اذا شي ما منعرفه طبعا حضرتك عم بتحط سيناريوات وانا عم بمشي معك بهيدي السيناريوات اللي عم تضع اذا بدي اخد السيناريو الاخر السيناريو التفجيري هون بزبنا نسقطه عملاف رئيس الجمهورية يعني ترتفع حظوظ من عم بتحكي قبل استخدام التفجير الداخلي ويكون نتيجته رئيس نعم او انتخاب رئيس حتى ما يصير التفجير لا عم بحكي التفجير الداخلي ونتيجته رئيس ونتيجته رئيس طبعا مثل ما قالت المقاومة ستنتصر لانه مجهزة قد ما هن يكونوا مفاكرين المقاومة وحاطة كل كل الاحتمالات يعني اليوم شايف حضرتك انه المنافسة هي محصورة بين اسمين سليمان فرنجية وقائد الجيش وترتفع حظوظ سليمان فرنجية بهذه الفترة لحد هذه اللحظة سليمان باك فرنجية المرشح الاعلى بانتظار تغير الاكليم اللي عم بقلك بادار يلي بيترافع اذا تم كيف لح يروح منشوف يا اما بيطلع الاربعة وسبعين حظوظه هلا هو واحدة وخمسين بيطلع الاربعة وسبعين او بتنزل حظوظه تطلع حظوظ قائد الجيش يعني بصير فيه توافق قطري سعودي ممتاز امريكي وهون منمشي بخيار قائد الجيش هذا اللي بدألك انه اي خيار من الخيارين بده اول شي خيار سليمان فرنجية بده غطى مسيحة يعني بده كتلة مسيحية تغطى موجودة هيدا مين شو موجودة يعني جبران باسيل حط شروط معينة بتعطونا لمركزية ادارية وصنطق اعتباني شو ما نفوض بالتفاصيل حطى نشوف التسوية وترتيباتها اكيد الوزير جبران باسيل بيعرف شو عم بيعمل وهو باجواء الترتيبات الاقليمية وعنده زيارة قريبة لدولة خارجية نعم قريبا بيبين اذا هو خارج هذه الترتيبات او داخلها دولة كبرى نعم ممتاز بهذا المحور على رأسه عظيم لشو هم تلمح شو دولة بهذا المحور وعلى رأس هذا المحور عن مين هم نحكي الروسيا طير وطن الحر وروسيا بأعلى مراتب التنسيق والتعاون شاك بس اليوم الدور الروسي ينتج رئيس لا ينتج ما لنا يحوه ضامن ما لنا ضامن سعد الحريري بعد جورش شعبان كان بموسكو والخارجية الروسية أعلنت حضوره نعم وهي ضامنة في علاقتها الروسية السورية السعودية الإماراتية ما فيه شبكة شبكة تنسيق واذا بدك تكامل إقليمي عم بينشغل فيها وهي دي كلها لح تنتج حلول طيب كيف بيرتفع هون الواحدة وخمسين لأدقلت اللي 74 سلامية فرنجية أنا عم تحسب التيار الوطني الحر عم تحسب اللقاء الديمقراطي أيضا طبعا ولي جمبلات ولي جمبلات أعلن ووافقة ايه بس بعضه يعني ما بعرف البعض كتير كتنضارة بتقراءاته حوال موقف ولي جمبلات ناطر التسوي أو زبدك التوجه لإقليمي العام ما حدا لحيمشي لا ما حدا لحيمشي حتى اللي بيمشي خارج التوافق الإقليمي بيطلع برات اللعب فما بيقدر يعملها بده ينطر هادي هي نحنا كلنا طرطنا أول مرحلة عنا أدار تاني مرحلة حزيران نعم حزيران إذا ما قدرنا أنتجنا ماكسيموم بحزيران خلال يعني إذا بدك من أدار لحزيران هالثلاثة شهر راح يتمعنا لبعات الانتخابات الأمريكية لأنه بدنا ننطر كمان ماذا سيحدث في السياسة الأمريكية من سيكون على رأس البيت الأبيض الإدارة الأمريكية الجديدة توجهاتها سياستها وما إلى ذلك يعني كل كلام عن إمكانية إنتاج رئيس بشهر شباط ما أنه واقع قلتلك شو الإحتمالات هلأدي وقعيته بيتراوح بين 51 و74 بالمئة إذا وصلنا له ممكن أنتجنا ما قدرنا وصلنا له في سبق مع ميدان مع الأرض كيف بعد حظوظ يعني ميدان في الجنوب وميدان في الداخل ممتاز قلتلي قبل شواء أنه عنا بس اتنان بالميدان سليمان فرانجية قائد الجيش الخيار الثالث مش موجود هلأ كيف؟ هذا بدي أسألك مش موجود مش موجود بس في فريق لبناني وازن اليوم عم بيقول نحنا ما بدنا لقائد الجيش واتنيناتهم اختبرناه وشفنا ما حدا بيقدر يوصل لأكترية من دون توافق ما بدنا لها ولها بفلنا تجهنا الخيار الثالث ويقال أنه اللجنة الخماسية كمانا زكت الخيار الثالث قالت ما بنا نسمى بس إذا أكتر الكتل توافق على اسم طالما نحنا الانتخابات الرئاسية تجرى عبر النواب هن بيتفقوا هن بيمسلونا يعني مرة واحدة انتخبناه هون وإلى فوريفر بيمسلونا بكل القرارات هالكتكيت ما حدا بيرجع لنا نعم لو في استفتاء للشعب وبيحطولك خمس أسماء ومنسمى وهن ساعتها بيقرروا آخر اتنين منهم ايه بيكون شي منيح وهيدا ساعتها ما يكون عم ننتج سلطة نابعة من خيارات الشعب اللبناني وكلنا متحول المسؤوليتها عرفتشو الفكرة نعم الى اي مدى ممكن يكون في تسويته سلق قائد الجيش الى قصر بعبدة ربطا بهالمشهد الموقف القطري قطري ليش القطري يدفع باتجاه قائد الجيش ولا باتجاه اللواء بيسري لا لا ازا اللواء البيسري اعطى ازا بدك يعني خيار دعم قائد الجيش العمال جوزيف عون اي منكون علينا بالاحتمالات بس منكون بعدنا بعيد لانه كتلة حزب الله وحركة امل بعدها بتكون بعيدة يعني منكون ارتفع الحزوز ازا اليوم مثلا الحزوز ما بدي اقول برسنتج معين بس ازا حزوز معينة اضفنا عليها حظ اخر اوكي ودجاه اللقاء صار هلا مهم نمشي بالخيار اللقاء صار مين ومين ام نحكي هون اللواء البيسري وقائد الجيش اه قائد الجيش اوكي بس ليش اللواء البيسري هو اللي عنده كلمة السر بهذا الموضوع لا لانه القطرية قالوا بتكون يعني شخصية امنية عسكرية اي بس عم بتقلي اذا اللواء بيسري صار في كزا لك اي بس اخر مرة ما صار لك مع احد المفادين القطريين ياللي مش من اصول قطرية ام حتى وضحها يعني مش كتير عم توضحها عم بتضياني هلا قليك يفتن مشاهدين لا هو هو مبعوث قطرية نعم نعم هلا اوكي انما ذات اصول مش قطرية ممتاز مجنس اوكي اه وبالتالي اه وبالتالي اليوم يعني مش ابو فهد ام اه ما استقبل اللواء البيسري هلا بيعذرنا اللواء بس هادي اللي حتوضح انه نحنا مش ادوات عند لا قطر ولا عند حدا نتيجة عنا كمان رؤيتنا وعنا في افكارنا اوكي معو حق ليش طرح اسم اللواء البيسري بتشوفه كان فعلا جدي كان معو حق هاي كتير مهمة كان معو حق لانه كانوا عم تجربوا يلعبوا بينه وبين القائد نعم كنت عم بسألك انه طرح اسم اللواء البيسري كان فعلا طرح جدي ولا اجهد من المهد اذا بدك معرفت ما انا جوابت كانوا يجربوا يلعبوا طلعنا شوي نحنا لبنانية كمان ما تنسوا الخلاصة بدنا ننتر تنشوف اذا في رئيس واي مسار ينتصر على المسار الاخر بس في الشيء كير مهمة بهذا الوقت تركيزنا على القضاء لانه المشهد مرتبط بالقضاء وما سيحدث داخل القضاء يلي لاحيحرك ملفات من المرفع الى ملفات اخرى في كتير اشياء مجهزة وممكن يكون كر وفر يعني مجهزة تفجيريا يعني ممكن تفجر ممكن كمان تكون لفتح ملفات لانه في كتير ملفات جاهزة جاهزة مرتبطة بالفساد مرتبطة باشياء شخصية مرتبطة باشياء كتير لقضاط بكل المستويات باعتقد هناك زلزال قادم على القضاء حالو خير ان شاء الله يكون زلزال بيستفيدوا منه اللبنانيين بهذا المجال اللبنانيين اللي يمكن بعضه املهم الوحيد بهذا البلد القضاء من بعد ما نهبت اموالهم وصرقت طيل وقلنا سنصبح قضاء وقدر احلى الشيء انا بدي اشكرك على حضورك معنا شكرا كتير لك دكتور عماد رزق على هذه الحلقة مشاهدينا بشكركم على حسن المتابعة والى اللقاء باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة